اسم الدرس تقييم محور التغذية التغذية الموضوع تقييم محور التغذية المفاهيم التغذية مصادرها تنوعها تصنيف الحيوانات حسب نوع الغذاء الذي تعيش عليه أولاً حاجة النبتة إلى الغذاء تصور ما قالته خلود لمروان لماذا؟ الإجابة النبتة هي كائن الكائنات الحية تنبت في الأرض وككل كائن حي هي بحاجة للغذاء كي تعيش وتنمو فالضوء والماء والأملاح المعدنية أهم ما تحتاجه النبتة كي تنمو وتكبر وهي ليست بحاجة للحركة كي تأقذ حاجتها من كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة فهي تلتقط ضوء الشمس بواسطة أوراقها وتقوم الجذور بامتصاص الماء والأملاح المعدنية من تربة الأرض التي تعيش فيها ثانياً قالت الأم لولديها لابد أن تنوع الأغذية دائماً لماذا؟ الإجابة لابد أن تنوع الأغذية دائماً لتحصل على وجبة صحية متوازنة تشمل أغذية النمو وأغذية الطاقة وأغذية الوقاية لممارسة نشاطكم اليومي بكل نشاط وحيوية ثالثاً أتأمل المجموعة وأحدد العلاقة التي تربط بين عناصرها سمك بيض لحوم الإجابة العلاقة التي تربط بين عناصر المجموعة هو أن جميعها ينتمي إلى أغذية النمو ومصدرها حيواني رابعاً رب مروان قطيطاً فكان كل يوم يقدم له طعاماً ما كان يعطيه؟ الإجابة كان مروان يعطي لقطيته السمك القليل من اللحم المطبوخ الحليب قدم مروان للقطيت ذات مرة جزرة فامتنع عن أكلها لماذا؟ الإجابة لأن القطيطة حيوان لاحم خامساً أقرأ المعطيات وأصلح الخطأ الموجد الوجبة الغذائية يجب أن تكون متنوعة الدجاجة حيوان كالش لأنها تتغذى على الديدان والحبوب خافت مونة على نبتتها من التلف فأدخلتها إلى خزانة غرفتها الإجابة الوجبة الغذائية يجب أن تكون متنوعة ومتوازنة الدجاجة حيوان كالش لأنها تتغذى على الديدان والحبوب خافت مونة على نبتتها من التلف فاعتنت بها ووفرت لها الماء ووضعتها في شباك غرفتها عرضة للشمس سادساً ألاحظ الصورة وأصلح الخطأ الإجابة الخطأ الذي ارتكبته البنت ليس في كونها تسقي نبتتها إنما الوقت الذي اختارته للسقي غير مناسب وذلك لوجود عنصر يساهم في تبخر كمية الماء الشمس وعدم تمتع النبتة به لوقت أكبر ترجمة نانسي قنقر